اشتركوا في القناة كانت في صالحها في حوالي اربع خمس مباريات فهدي بنتكلم العشر مباريات خد بقى مطشي الاتحاد والداخلية قدي احداشر عندك مباريات الزمالك والمصري والمصري تظلم في بعض اللقطات والزمالك كان ليه حق حتى في عارة ركل الجزاء شوفوا احنا عزي واضحين وبنتكلم بكل امانة قدي اتناشر لا يا دكتور اهاب انا شايف المطشيات كتيرة جدا يعني فكرة ان اخطاء التحكيم التي اثرت على النتائج لم تتجاوز التمن مباريات ده كلام بصراحة يعني مالاش علاقة بالواقع خالص بدليل كمان ان انتو حتى وانتو بتاخدوا قرارات دلوقتي بتأكدوا ان اللجنة فيها مشاكل فبتأكدوا ان اللجنة فيها مشاكل فالقرارات عكس التصريحات بعد دي الحاجة التانية برضو اتعاملت كده احصائية غريبة وفيها تقييمات غريبة قالك افضل خمس حكام على تقنية الفار كانت من طريق مجدي ورقم اتنين محمود عشور انا برضو اعتدور في المباريات اللي قدرها محمود عشور محمود عشور ما قدرش مباريات في الفار بقى لقطة من خمس ستة شهور وقبل كاس الامم ما كانش بيدير فانت حطينه ازاي رقم اتنين ضمن اهم خمس حكام بيديروا مباريات في الدولة السنة دي ازا كان محمود عشور السنة دي ما حكمش حاجة ده الراجل اللي صفر لانه اصلا هو مش هينفع يصفر زي زي الحنف ومحمد الصباحي والكابتل محمود عشور عارف كده كويس ولكن حتى في الفار الراجل ما تعينش رغم انه افضل حكم فار حالين في افريقيا فبنتحطينه في التقييم ازاي رقم اتنين فواضح ان التقييمات اللي بتطلع من الاتحاد ومن اللجنة واضح انها تقييمات لها علاقة بالدور الفنلندي مالاش علاقة بالدور المصري مع كامير احترامي بصراحة للتصرحات لان التصرحات مالهاش علاقة باللي احنا شايفينه على الشاشات يعني في المباريات وهو السؤال اللي بيتطلع كل مرة هو الفار بيشوف حاجة غير اللي احنا بنشوفها في التلفزيون اكيد لا يعني فيابدون التصرحات بتقول حاجة غير اللي احنا بنشوفها في المباريات طيب حاجة تانية كمال اللي علاقة بادارة المسابقات في الموسم المقبل النهاردة كورا بلس يمكن نشر خبر نقلا عن مصدر في ربطة الاندية قالوا فيها ان المسؤولين عن ربطة الاندية عندهم عزم شديد لاستخدام نظام جديد لادارة مسابقة الدوري في الموسم الجديد بعد حالة الجدل الدائرة في الوقت الحالي انا قلت ايه النظام ده ادخل اشوف واتفرج بقى واشوف الكلام الجديد قالك هنعمل املكيشن بتقنية جديدة هيسمح للاندية بمتابعة جدول الدوري من زمدية البطولة طبعا الناس بتتابع الجدول عندها الجدول بي دي اف وعلى الايميلات وعلى الفاكسات وكل حاجة هو الابليكيشن على الموبايل هو اللي يحل الازمة قالك ان اي تعديل سيكون من خلال النظام الجديد دون تدخل من اي عنصر بشري وسيقتصر دور ادارة المسابقات على ادارة التطبيق الجديد دون تدخل فيها ليه تعمله ايوة يعني ايه دون تدخل عنصر بشري يعني انت هتشيل مطش مثلا في الخانة هو المطش الواحدة هيروح للخانة التانية انا مش قادر افهم بصراحة ايه الابليكيشن اللي هتحط على الموبايلات ده مع مسؤولين الاندية وهو اللي هيشتغل بالشكل ده يا جماعة اللي بيديروا مسابقات لازم يحطوا افقارهم الاول على ورق ويحددوا الرولز واللايحة اللي عينشوا بيها ويحددوا الموعيد تبقى للفراغات وعلى هذا الاساس الجدول بيمشي بالشكل ده لا محتاج تطبيق ولا محتاج افليكيشن ولا محتاج سيستيم ما احنا بنتواصل مع الناس في المسابقات في الكاف وبنتواصل مع الناس في المسابقات في الاتحاد الدولي ولينا علاقات الحمد لله بالمسابقات في الاتحاد الاسياوي والحمد لله بنشوف اللي بيحصل من المسابقات في الاتحاد المصري لا إحنا حاجة مختلفة عن كل الناس دي على فكرة إحنا حاجة مختلفة عن كل الناس دي فالقصة مش قصة أبليكيشن وتطبيق قصة إنت محتاج تغير شكل الدوري محتاج يتم تقليص عدد الأندية من 18 ل 16 و 14 لازم يتشاف لها حل لأن السنة الجاية والسنين اللي جاية فيه مسابقات إفريقية ودولية كتيرة فيه كاس أمم فيه كاس عالم أندية فيه كاس عالم المنتخبات فيه حاجات كتير جدا على فكرة بعد بكرة يوم الخميس تصفيات كاس الأمم المؤهلة للمغرب فلسه هنتعرف على مشوار منتخبنا الوطني في شهر 9 و 10 و 11 اللي جاي فيه حاجات كتير جاية فالقصة مش في الأبليكيشن ولا التطبيق الفكرة أنت بتفكر إزاي في إعادة هيكلة هيكلة بجد لشكل الدوري العام في الفترة اللي جاي دي الخلاصة ودي التفاصيل اللي ليه علاقة بالأخبار اللي قارتها النهاردة على المواقع ولمنتشر في السوشيال ميديا سواء أمر المسابقات والربطة أو حتى تصراحات دكتور إهاب الكومي نحرج إلى فاصل ثم نواصل